الفضاء العمراني المتواجد بهذا الموقع الاستراتيجي الهام يضم أكثر من عشرة ألاف وحدة سكنية ومن مختلفية الصيخ منها 918 مسكن راهي تقريب منها المنتهي ومنها في قيد الأشغال حيث اللي راهي منتهية منها أكثر من 4890 مسكن سوف يتم توزيع في غدون سنة 2018 حيث سكنية من سيغة البيال المقدرة ب1500 سكن 1000 سكن منتهية تماما فيها الأعمال سوف يكون في قضية تهيئة بالموازات مع هذه المشاريع السكنية المنجزة ثم تسجيل وإنجاز العديد من المرافق الطربوية الصحية ومختلف المصالح المرتبطة بحيات سكان مع تهيئة جل المواقع السكنية هناك زوجتانويات ثلاث متوسطات وأربع مجمعات مدرسية في طور الإنجاز حيث نسبة الإنجاز تتراوح بين 50 إلى 95% تم إنجاز الشطر الأول اللي هو متمثل في إنهاء الشبكات الأولية الرئيسية الشرع الرئيسي بما في ذلك جلب الطاقة التعالي الكهرباء جلب الغاز جلب المياه الشرب وريزو دا سينيسمو عمليا سيشهد هذا القطب العمراني الجديد نهاية هذه السنة توزيع أول حصة سكنية سيوجه جزء هام منها إلى سكان المدينة القديمة منذ سنة 1999 استفادت بأكثر من 116 ألف وحدة سكنية تقريباً ألفين وحدة سكنية إن شاء الله في نوفمبر هذا نستمر في التوزيع نرجع إلى القطب بالنسبة لي بوز عرورة عدنا إن شاء الله 2800 سكن عدل و1500 سكن اجتماعي ايجاري هذه اللي إن شاء الله اللي تتوزع بحول الله في حول في ديسمبر إن شاء الله ومن شأن هذا القطب العمراني الجديد التخفيف من أزمة السكن التي تعاني منها الولاية ترجمة نانسي قنقر